اقتصاديا حتى بالقوانين يا سيد نايل يعني ألا تستطيع الولايات المتحدة أن تفسد على الطرفين مواصل إليه من نجاحات ولو حتى بقوانين اقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام وعلى ضيفك الكريم مهما كانت هناك المساعي إلى أن هناك اتجاه إلى التنوع في دول الخليج وخاصة بالاتجاه الاقتصادي ولا ننسى طريق الحرير التي أعلن من الصين أكثر من ثمان سنوات الاتجاه إلى بناء هذا الطريق وعودته كما كان في السابق هذا دليل على أن يكون هناك ربط اقتصادي قوي بين دول الخليج والصين بشكل كبير ولا ننسى أن الصين هي عبارة عن دولة عبارة مصدرة بشكل كامل إلى جميع أنحاء العالم أي أن ميد ان شاينا هو في جميع بيوت العالم وخاصة إن كان في منطقتنا في دول الخليج الاتجاه إلى الصين أو التنوع بالنسبة إلى الاقتصاد الدول الخليج والاتجاه إلى الصين لا تقدر أن تكون هناك للولايات التحدة الأمريكية سيطرة كاملة على الاتجاه الاقتصادي لأن هناك أيضا من الولايات التحدة الأمريكية تتجه بالصادرات والواردات بين الصين ولا ننسى منذ سنة حتى الآن هي تعتبر سلاسل الإمداد التي قامت برفع بشكل كبير بشكل كبير على الضغط على التضخم كان في الولايات التحدة الأمريكية أو في أوروبا خلال العام الماضي وأيضا اتجاه البنوك المركزية إلى نظرة مستقبلية بالنسبة إلى التجارة الصينية واتجاه الصين في بداية هذا العام مع النظرة العالمية لرفع أسعار الفائدة اتجاه الصين إلى ضخ سيولة داخلية في الصين واتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد الداخلي دليل على أن هناك قوة اقتصادية قادمة في المستقبل مهما إن كان هناك لا يكون هناك الضغط بشكل كامل على الاقتصاد مع أن هناك الصين هي تعتبر المستورد الثاني والأكبر بالنسبة إلى النفط الخليجي ترجمة نانسي قنقر